نداءات عاجلة وجهها برنامج الأغذية العالمي لتمويل عملياته الإنسانية في اليمن معقبا ذلك بتحذير من عواقب إنسانية خطيرة في حال عدم الحصول على تمويل بمقدار 200 مليون دولار شهريا في بيانه قال برنامج الأغذية إن الانتظار سيؤدي إلى كارثة إنسانية ومجاعة لا يمكن تفاديها في حال تأخر وصول الدعم وإن الناس سيموتون بالفعل إذا فات الأوان تقدر المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لأكثر من 90 مليون شخص في أكثر من 80 بلدا من بينها اليمن التي سبق أن تم الإعلان أنها من أشد الدول فقرا وأنها تقترب من حافة المجاعة الجماعية إليزبيث بيريز المتحدثة باسم البرنامج قالت إن النزاع الذي تجاوز عمره الخمسة أعوام أدى إلى انخفاض الواردات وارتفاع أسعار المواد الغذائية وترد الوضع الاقتصادي ووصوله إلى أسوأ حالاته موضحة في مؤتمر صحفي عقد بجينيف أن من يواجهون النقص الحاد في الغذاء تجاوز عددهم العشرة ملايين أي ما يعادل الأربعين في المئة من عدد السكان مع تصاعد الصراع العسكري وعودته إلى الواجهة مرة أخرى واستمرار إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية على البلاد ليزيد وباء كورونا الذي ضرب العالم ولم يستثني اليمن من تعقيد الأمر عشرون مليون مواطن حسب تصريح المتحدثة باسم البرنامج يعانون من انعدام الأمن الغذائي يتلقى ثلاثة عشر مليون منهم مساعدة غذائية ويبقى ثمانية ملايين منهم يواجهون الجوع بأمعاء خاوية وأطباق فارغة